السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي إلى كل الإخوة شرفاء داخل الجزائر وخارجها تحياتي إلى كل الأحرار في العالم بكل اللغات وبكل اللهجات حبيت باش نتحدث هذه المرة حول الإقالات اللي رهجارية في أعلى هرم السلطة ونتحدث على تحضير الانتخابات الرئاسية وكذلك خروج بعض ما يسمى بالمتقاعدين ولا المشطوبين ولا المعطوبين قوات تنتعى الجيش ولا الأسلك الأمنية المختلفة بداية فيما يتعلق بهذه الإقالات وش هي العلاقة متاحة بالاستحقاقات هذه الانتخابات وكذلك الأمر فيما يتعلق بهذه الناس اللي رههم خرجوهما الآن للشارع هذه الناس اللي خرجوا للشارع عندهم ناس هما رههم يمدلهم في تعليمات يشتغلوا مع أجهزة وبالتالي يتحركوا في أوقات معينة الآن رهوا واقع ضغط على كثير من الجنرالات هما ماذا بهم باش تتخلط لأنه هذا الناس ما يقدروش يخدموا لما تكون الأمور هادئة ما يقدروش يخدموا لما تكون هناك منافسة شريفة ما يقدروش يخدموا لما تكون الكلمة للنزاهة والكلمة للأخلاق والكلمة للكفاءة هذا الناس تخدمهم الفوضى هذا الناس يخدمهم الظلام هذا الناس تخدمهم الإشاعة هذا الناس تخدمهم الحرب النفسية ذرك هما رام يستعملوا في ناس عندهم مطالب مشروع ناس كادحين مثلهم مثل باقي أفراد الشعب منهم اللي راهوا يبحث على ساكن راهوا عنده باباه راهوا مسكنه أو راهوا سكن عنده نسابه كين الإنسان اللي راهوا كاري كين الإنسان اللي راهوا ذرك هو قال مثلا عنده المنحة هذه التقاعد والله المعاشة أو هذاك ما راهوا شك فيه بالتالي هو راهوا عنده طموحات راهوا يحب يعيش لبس عليه وكذا 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 كين الناس اللي راه عندهم طموحات ولكن لازم الإنسان يكون منطقي لازم الإنسان يكون واقي أنا سمعت البعض المداخلات وقرأت بعض التعليقات الناس قاعدة تدحس في الحواظ واحد انتز سيدا أرابلوه بلد في حالة حرب رغم أنه نسحر في بعضها البعض موش قال مثلا راهوا راه يجمع لدولة ولا قال راهوا هو يدافع لبلاده ضد دولة ولا حرب في خاوته اليزائريين عايتولو رابلوه قاعدة ست شهر كنت خالص كنت تأخذ في الملحن تاك الآن هو حاب يستعمل هذيك المطالب واش قال اعتبرونا مجاهدين إذا كان انتاعتبروك مجاهد انتا اللي خدمت ست شهر والناس هذي اللي قضعت تحياتها في الجيش وش يسميهم وإذا كان انتاعتبروك انت مجاهد واش يقولوا على نصار واش يقولوا على التوفيق واش يقولوا على ترطاق واش يقولوا على العماري واش يقولوا على عباسو غزيل واش يقولوا على جنرال تواتي واش يقولوا على الاخرين ملا ذوك صحابة ملا ذوك انبياء كنوا شوية منضوعيين كنوا شوية منطقيين تحركت جماعة بعد ما هربنا عليه كانوا ساكتين لامدين لباس عليهم مخصهم والو وبالعكس كانوا يتعاملوا مع القوة التارك والشرطة منهم اللي كانت الحرفة التاركة والويشاية نعرفهم حتى بالاسماء حرفتوا الويشاية ومباشرة بعدما بدأت الناس تخرج للشارع تريد تغيير حقيقي خرجوهم من أجل إفشالوا إجهاض عملية التغيير والآن رحم داخلين في هذا الإطار التاركة على السرعات استعملوهم في التسعينيات ضد خاوتهم وضد أبناء وطنهم كانوا ديروا في الحواجز المزيفة كانوا يدخلوا حتى الديور تا الناس منهم حتى اللي ساهم في العمليات تا اغتصاب وفي القتل الصور رها موجودة تا قطع الرؤوس رها مخزنة والفيديوهات رها موجودة ويجيوا الآن يحطوا رواهم كأنهم وطنيين أكثر من الناس الآخرين تم استعمالكم في التسعينيات عوض هو أن تحفظوا الدرس الآن قاعدين تقوموا بمهمة أخرى من أجل إمداد هذا النظام من أجل تمكين هذا الناس اللي تمت الإزاحة نتاهم وحبين تفرضوا أمر واقع نحن الآن رأنا عارفين بيلي بوتفلي قاراهم ريض هذا الناس اللي الآن نظر كراهم يقولوا بيلي رأيها فيها عمليا تا تطهير أنا لست ضد محاكمة تا جنيرالات ولكن ضد تصفية الحسابات تعريق لومونت كونت أنا ضدها تعانوا واحد فاسد ويجي حرب فاسد قلناها رأيها مسجلة بالصوتي والصورة قبل ما يقولها عبدالغاني الهامل كنا نقول لكم بيلي الناس اللي ديروا تغييرهم الأياد البيضاء هم من اللي ممش من لطخين بالفساد الأخلاقي وممش من لطخين بالنهب الانتاع المال العام قلناها لكم وراها مسجلة بالصوتي وبالصورة وفرق بين إنسان راه ينشر في الفتنة وبين إنسان راه ينشر في الفتنة فرق كبير إذن هذا الناس تم استعمالهم في التسعينات والآن منهم اللي راه يتم الاستعمال تاحهم لا شك هو أنه فيه مطالب مشروعة وهذه المطالب هي لا تمس فئة وش نقوله إحنا عن الأساتذة؟ وش نقوله إحنا عن الإطارات المهمشة؟ وش نقوله على الأطباء الذين كانوا يتموا ركلهم في الطرقات وفي الشوارع؟ بل حتى سلط الدماء تاحهم وش نقوله على الأطباء؟ إخوة الأخوات الأمر مرتبط بترتيبات تتعلق بالانتخابات الرئاسية الآن أراه صاري ضرب بيناتهم؟ قدم عقلك يا صاحبي شوفوا الأمر بعين الواقع ذرك هذا بتفليقة؟ ما نحكيوش إحنا عن الفترة إبو مدين نحكيو غير عن الفترة هذه من تسع وتسعين إلى غاية تاع 2018 جاء هو لما جاء الجزائر كانت في وضع حارج جدا هذا أمر مفروغ منه من ظهره هو من حظه هو طلعت الأسعار تاع البيترول نتيجة تاع الحرب في العراق ذوك لما طلعت الأسعار تاع البيترول استعملها هو ولكن نشوفوه إحنا الآن بأعلى أرض الواقع نشوفو الشي اللي الآن أرى نحنا عايشينه في 2018 ذرك هذا بتفليقة اللي راهو ذاك وراكم تشوفو فيه رأي العين راهو مريض راهو مشلول راهو مقعد إذا كان ضك في 2018 هذ الناس اللي راهو مضك هما يبحثون من أجل التمديد انتاعه رغم أنه راهو في حالة انتاع احتذار وش نقولو إحنا؟ هل ترى نقولو هذي سياسة ناجحة؟ ذرك له كان هذا بتفليقاره وخرج شخصيات هم كانوا يقولو على مصالي الحاج كانوا يقولو عليه إنسان مستبد وكانوا يقولو عليه بل يحب الزعامة هم مصالي الحاج او خرجت آلاف انتاع الإطارات من الناس اللي هما درسوا في الحزب انتاع الشعب رغم أنه المستوى انتاعه كان محدود ولكن خرجت الآلاف من الإطارات عبد الحميد مهري إلى غني ذلك كم شخصيات دون ان انظروا ونذكروا في الأزمة انتاعهم وأنها شخصيات اللي دارها بتفليقة منذ تسعة وتسعين إلى يومنا هذا قال لك واشي قال لك العهدى الخامسة واشي قال لك راهوا القيد صالح او يحكم بحكامه كان جاب لنا الدكتور راه ويحطه في وزارة الدفاع وراهم دكاتيرا قال في البرلمان ودكاتيرا في مجلس الأمة وفي الوزارة المختلفة ورا هالجزائي راه قفزة قفزة نوعية في كل مجالات قال مثل في الصحة وفي التعليم وفي كذا قال والله العظيم ما شاء الله ركم تشوفوا في 2018 صبت ربع قطرات شوفوا ما الذي حدث في قسنطينا وما الذي حدث في باتنا وما الذي حدث في تبسا في 2018 ما زلنا نحكي عن الكوليرا في 2018 بدل من انه تبنيت دولة مؤسسات سنشوفه الان في تصفية الحسابات جنرال كان يحكم بحكامه دير يديك منورك ويلا خرجوه بالبيجاما امشي احكم الطريق هذه مافيا مافيا تحكم في البلاد قال عمليا تطهير وعمليا تطهير ورهوا تطهير هذه الناس اللي راه مدوركم قولوا فرضا راه مجموعة من الاطارات قال مثلا درسه في اشبال الثورة او درسه في الكلية فرضا نسيدي راه موصلوا الى مركز القرار هذ الناس محتاجين هما كونت في الفيسبوك محتاجين هما الواحد مش قادر حتى يحمي الحساب انتعو محتاجين هما الناس على جلبه يسربوا اخبار في الفيسبوك عندهم القنوات الرسمية عندهم الجريد الرسمية اذا كانوا فرضا باللي هذ الناس راه موصلوا الى سلطة القرار معنى انه دار انقلاب بالتالي هذا الانسان اللي راه يدير الانقلاب راه كل شي تحت رجله لكن هكم تشوفوا ناس تحكيه على تمديد العهد البوتفليقة وهو يحتضر واش تفهموه وتعيين واحد على رأس الوزارة التعديفاء الرأس انتعوه مقفل رأس انتعوه مكودي اذن وره العمالية انتع التطهير عمالية انتع التطهير لما تجيب اللي انت ذوك قال كوادر انا اشوفوا فيها قال مثلا قادة النواحي قالها معينوك دكتور ثم من الشباب عينوك دكتور من الخريج انتع الجامعات عينوك دكتور في قال اختصاصات مختلفة ويجيبوك ناس في مسئوليات مختلفة قال والله ما شاء الله وتشوف انت على ارض الميدان قال طرقات كيفارها مخدومة والمستشفيات كيفارها مخدومة وتشوف انت الثمر انت على هذيك الاموال اللي كانوا يصرفوا فيها ثم تشوفوا الناس على تحرق تشوفوا في ناس مليارات يمدونهم فيها في هذيك تعالى انتع تشغيل الشباب وروح وضرب في الحيط والانسان اللي يتحدث في الحق قال انترك توثير في الفتنة انسان اللي يتحدث في الحق قال انترك تحوس على التخلاط وقامعين ناس يطلبوا بالحقوق انتاهم مثل الاطباء ومثل الاساتذة ويحركوا في ناس على جلبش هما يضغطوا يحقوا هذيك الشي اللي رعم يحوسوا اليه حاولوا عن طريق البلديات حاولوا عن طريق البرلمان حاولوا 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 وما زالهم يحاولوا كالناس اللي هما فقدوا المناصب انتاهم وفقدوا بعض المفاتيح الان رعم يحبين يستعيدونها بطرق اخرى لذلك الاخوة والاخوات لما نشوفوا على ارض الواقع بعين الواقع نشوفوا الشي اللي الان راو حاصل في الميدان شوفوا باللي راهو طرطاق ما زالوا راهو ضقف الامن ما لبناش المستقبل انتاهم لانه ما ركش في دول انتاهم مؤسسات راها قال مثلا واحد زيد واحد راها تخدم الناس بطريقة تقنية وكذا ما لبناش تواحدة وكان من بعد طف مكاش لماذا ما فيها راها تحكم والناس راها تخدم من وراء الستار وراها تحدثنا عليها في الموضوع انتا الدولة العميقة دولة دخل دولة يبالك راهو نائي في البرلمان وكين واحد من وراه يبالك وزير راهو واحد من وراه يبالك والي راهو واحد من وراه كين سلطة راهو في الواجهة وكين سلطة مخفية انا تحدثنا عليها في الموضوع انتا الدولة العميقة يستطيع اي جزائري وجزائرية يكتب فقط الدولة العميقة في الجزائر وكين تفاصيل في هذا الموضوع الناس قال مرة على مرة يقولك احنا ما فهمناش هذه هي القصة ذوق قادر وهذا ذوق اللي راهو ذرك هو يحكم بأحكامه هذا القيد صالح في لمحة انتا بصر مكنش هذا بتفليقة واخوه السعيد في لمحة انتا بصر مكنش كون اللي راهو يحكم بأعلى بالكمش راهو دولة داخل دولة الناس راهو في كل القطاعات راهو تشتغل في كل وزارات في كل المدريات في الجمعيات في الداخل في الخارج في القنصليات في السفارات في المديريات المختلفة راهو يشتغلوا راهو مخدمين كين الناس راهو يحركوا فيهم لذلك الاخوة والاخوات ما لازمش تنخدعوا وما لازمش تأثر عليكم العاطفة لازم تفرقوا بين المطالب المشروعة تأهد الناس سواء كانوا اعوان في الامن ولا في الشرطة ولا في المخابرات ولا في اي قطاع سواء كانوا مشطوبين او كانوا مطرودين او كانوا كذا كان مطالب مشروعة الانسان ماذا بيها لجل باشي دافع لها لازم كنت تفهموا باللي ما ناش في وضع طبيعي نحن الان في وضع غير طبيعي جزائر مهددة في الاستقرار تاحا كين الناس راهم يستغلوا في اوضاع حرجة ماذا بيهم باش يقسموا البلاد كين الناس اللي هو مهموش كيما يقولك على كرشو يخلي عرشو مهموش وكين الناس اللي هما ربما مؤثر عليهم الرية والله لما تحكي معه وسيلة اعلامية او ربما يحكي معه في صحيفة او في قناة فضائية او كذا او شوفوه الناس في الفيسبوك والله يجي هو يحسن في روحه بالله وصار شخصية كبيرة ويبحثوا عن البطولات هذه الزائفة الان وما شافوا قال بو عزيز اذا كنت تونس والله راهم ناس تحكيه اليه كل واحد راهم يستعمل في قضية ولكن مو مش ناس قال مثلا عندهم مشاريع وعندهم رؤية مستقبلية وعندهم استشراف وعندهم بعد نظر ورهم يخموا في البلاد ويخموا في الصالح العام خمم على روحه لذلك الاخوة والاخوات في ناس را عندهم وعود راهم وعدين وقال انا في حال تماله كنديرلك كذا شفتوا هذك البلطاجي هذك اللي هم سربوا تسجيل صوتين تاعوا كيفش يتحدث هو كيفش يجي يشوف الناس ولا يهم وهم الصالح العام ومين هم اللي هو يدعي في الوطنية انا هذا الشخص بالذات هذا اللي يسربوا تسجيل الصوتين تاعوا هذا بالذات هو انا تهمني عدة مرات الفيسبوك ما عندهم حتى علاقة بالوطن ولا بالوطنية اهمه هو البطن انتاعوا والفرج انتاعوا ما هو يحوس على المصلحة منتاع البلاد ولا يحوس على الصالح العام اذا اخوه الاخوات الشي اللي راه حاصل هي تصفية انتاع حسابات ريقلومونت كونت لو كان جت المسألة راه متعلقة بعملية انتاع تطهير عمالية انتاع تطهير تبدأ بالقيد صالحه هو الأول هذا الامر لا يتم في ظل هذا النظام المتعفن هذا يتم ربما لما تكون هناك دولة انتاع مؤسسات دولة انتاع حق وانتاع قانون فيما بعد قال هاوسيد راه محكموا عليه قضية ويجيبوها امام وسائل الاعلام ويتحاسب قدام ربيه وعباده كاش واحدة على بالكم مشكون هما الناس المتهمين ولماذا تهموه كاش واحدة على باله تسمعوا في وسائل الاعلام في تسريبات يمدوها الفلانه علان قال واش يقل قول كذا راه هو فلان هم هزوها محكموا عنده الزطلة هو فلان كذا عندك انت باش تحقق راه تصفي انتاع حساباتك حتى عن طريق موقع انتاع الفيسبوك واليوتيوب ومواقع اخرى تصفيا انتاع حسابات حرشوا واحدة لواحد قال يلا هاو الملف انتاعو واعطيه وذكيني الناس اللي هما ذكى عندهم هما ملفات ابتزاز كان اللي راه مثل يبعثولو يبعثولو قال تليفون او قال يبعثولو مقطع انتاع فيديو راه مسجلوه قال مثلا في الوتال ولا سجلوه في مكتب ولا في مكان هكذا يبعثولو مقطع هما هذي يخدموا بالملفات انتاع الابتزاز يجيبولو ملف انتاعو قال هاهو تتكلم يشعلو فيك النار لكن الامر راه متعلق بالسلطة دركهما لما يحبوا ينحيو مثلا واحد يروحوا يدورولو بالحشي انتاعو الابن انتاعو خالتو بنت عمو كذا ومن بعد يحوطو به لا در الاستقال انتاعو وخللهم الطريق اللهم بارك اذا ما كانش يروحوا مع اهل بعيد قادرين حتى يقتلوه قادرين حتى يعدموه فهذا المسألة اذا انتاع الفساد الفساد لا يحارب في الفيسبوك وانما يحارب في المجالس انتاع القضاء بالعدالة وبالوثائق وبالمستندات وبالادلة وبالشهود وتصدر فيها احكام والناس تسمع وتشوف ماشي واحد يلا هزو دير يديك من وراك وامشي وروح برا البارح كان بطل مغوار والان صار مجرم خاين مجموعة تاع جنرالات فيه عمليا تاع تصفية تاع حسابات ني بلوس ني موى هذه المسألة وما فيها والامر المتعلق بالترتيبات للمرحلة القادمة إذا كان ذلك مثلا لجماعة اللي راهم دايرين بلقيد صالح قال ذلك مثلا هما راهم ما كفهمش الوقت ماذا بهم يعني الجل باش يزيدوا يمدوا البوت في اللقاء ولو انه راهوا يحتذر قال عقب مدام راهوا قال الروح تدخلوا تخرج قال يلا حتى لوما يعدلوا رواحهم ويهيئوا الخليفة وكذا ولكن قادر في أي لحظة مثل ما كنت نقول لكم قادر في أي لحظة تسمعوا بالقيد صالح هذا في خبركان وتسمعوا بوتفلقة في خبركان وتسمعوا بالسعيد خوف في خبركان ويجيوا ناس آخرين لأنه المسألة ماش مرتبطة بمؤسسات شرعية ومرتبطة بقوانين والناس راها قال مثل تخدم بالقانون وتخدم بالدستور وتخدم بكذا بالتالي انت لا يهمك قال راح زيد وجه عمر لكن هم مامش يخدموا بطريقة هذيك مافيا مثل الزيب هذك هو يشوف كنتم متشوفوش راههم يخدمو ما يبانوش هذا المافيا ما يبانوش في وسائل الإعلام نهائيا يخدمو الداخل إذن هذا الجهاز ما زالوا يشتغل راهوا يحذر ويهيئ في الظروف للمرحلة القادمة ورام يضغطوا يضغطوا لأنه حتى ضغط دولية في هذا المجال وإلى بالكم باللي الجزائر راه مستهدفة يعني مش من الآن من وقت يعني بعيد مستهدفة نظرا للموقع انتاح الجغرافي مستهدفة نظرا للثروات اللي عندها مستهدفة فيما يتعلق بالشرق الأوسط الجديد فيه ترتيبات جديدة في إطار ما يسمى هذا الآن بنت عربي العربي الجزائر مستهدفة مستهدفة البارح ومستهدفة اليوم ومستهدفة في المستقبل إذلك الإخوة والأخوات ما لازمش يجيوا ناس هكذا يلعبولكم مع المشاعر تاعكم مع العاطفين تاعكم وتروح انتم تنجروا هذا ورهم الشرطة أولادت الجزائر مثل هم مثل هذا الناس اللي راهم دوركم ما عندهم طالب ورهم هم يخرجوا للشارع كلهم أبناء الجزائر وحنا إذا كان حبينا نخرجوا من هذه الأزمة لازمنا نخموه في المستقبل لازمنا نضعوا حد لهذا النزيف ليش أنت تروح تتبع في الكورن لأنه هذا الناس راهم يديوك الحاجة ولكن كما كنت نقول لكم أنا ناس من ورائهم راني الآن نشوفي بعض الأشخاص سواء في الموقع نتاليوتيوب والله في الموقع نتالفيسبوك والله في هذه الحركات هذو اللي راهم مرة على مرة تخرج يفكروني بحطاب يفكروني بفليجة هذاك يفكروني بمحليفية يفكروني ب بسمه بزوابري ويفكروني بناس آخرين الناس تم استعمالهم في مرحلة من المراحل والآن راه يتم استعمالهم في هذه المرحلة والهدف واضح هو السلطة لذلك الأخوة والأخوات ربما منكم يقول ما العمل ما هو البديل أنا راني تحدثت منذ سنوات وقدمت حلول وقدمت اقتراحات بكل الناس اللي هي ربما ما على بالهمش ربما هذه أول مرة يسمعني والله ذيك راه الكتاب انت على المصالحة منشور تسجيلات انت عيارها منشورة باش من عاوش انظرن كرار في نفس الكلام أنا من المؤمنين بعقد مؤتمر في الجزائر وفي الخارج ولازم الناس تخدم مع بعض هالبعض من أجل الوصول إلى تغيير حقيقي وبناء دولة نتاع المؤسسات دورك الآن نحن لسنا في وضع طبيعي كين وضع طبيعي وكين وضع غير طبيعي في الوضع الطبيعي الجيش هو مؤسسة من المؤسسات اللي هي تحافظ على المؤسسات المختلفة وتحافظ على الدستور وإلى غير ذلك والأمور تحارها موثقة في الدستور هذه في الدولة العادية في الوضع الطبيعي ولكن نحن الآن لسنا في وضع طبيعي الرئيس راكم تشوفوا فيها راه مريض راه فيه سراعات واضحة للعيان من خلال تسريبات هذه راكم تشوفوا فيها وتسمعوا فيها من خلال تصفية بعضهم البعض الجزائر مستهدفة مثل ما شرحت منذ قليل بالتالي نحن مطالبون ونحن مجبارون على التماشي مع هذا الواقع كين فيه شخصيات وكما كنت نقول لكم نزيد نعود نكرر كين هناك وضع طبيعي ووضع غير طبيعي نحن الآن في وضع غير طبيعي وبالتالي لا بد من التعامل مع هذا الوضع فيه شخصيات بالإمكان هو أن يتم الاستعانة بهم يا سيدي إذا كان ما قدرتش الناس تتوافق حول رئيس تتوافق الناس حول مجموعة من الأشخاص وتكون هناك قيادة جماعية لمرحلة مؤقتة ينعقد مؤتمر تشكل حكومة تاوحدة وطنية وسيدي إذا كان مطالبين على جلباش يتم توقف هذا العمل الحزبي هذا مش السياسي عمل حزبي لمرحلة مؤقتة من أجل تصفية الخواطر ومن أجل تهدئة الأوضاع لما يكون هناك بريق متاع أمل وتشوف الناس إطارات وجوه جديدة تمشي الناس شيئا فشيئا لنوصلوا من بعد في وضع طبيعي الانتخابات الرئاسية حقيقية وبرلمان حقيقي وبلدية حقيقية فيما بعد اللي عنده حق يديه سواء كانوا من هذا الأفراد متاع الجيش أو من الشرطة أو من الأطباء أو من الأساتذاء أو من البطالين أو من أي شريحة في المجتمع كل اللي عنده حق يديه أو الناس اللي راهم مغتربين أو الناس اللي راهم لاجئين كل واحد عنده حق في هذا البلاد يديه أما هو أنه تسقطوا في الفخ انتاحهم فيما بعد انتم راكم تخدموا في هذا الدعاة انتال الانفصال تخدموا في هذا الناس اللي راهم هما يتربصوا بالسلطة وهذه المسألة انتع السراعات حول السلطة ليست وليدة اليوم راها عندها قرون ودائما فيها الدماء تسيل للأسف الشديد احنا ما نشحبين هو أنه الجزائر تزيد تعيش وضع اللي ظننا من أنه احنا رانا في البداية متاع على جلبة شو نخرجوا منه نعود ونرجعوا للنقطة الصفر ها مش منطقية جماعة الخير إذن لابد الإخوة والأخوات تفكروا في هذا الموضوع تفكير مالي ما لازمش تغطروا بتصريحات ما لازمش تغطروا بالعدد انتع الجامات والعدد انتع التعليقات وكذا ما لازمش تغطروا بهذا الناس لابد هو أنه الإنسان قبل ما يتهدف شوف الكلام تعويه هل طارع كلام تعق والله كلام تعباطل ويخمم للمصلحة نتع البلاد ما لازمش يخمم في نفسه والله في جماعته والله في العاشرة تعويه وإنما يخمم في مستقبل الأجيال إذن الإخوة والأخوات فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية منكم ربما من يتسائل يقول لك يا سيدي ما دام راه هذا المافيا راه تحكم إذن إحنا علش نروح إحنا نغامره في هذه الانتخابات الرئاسية وش هو الحل إذن حل هو المقاطعة أو الحل هو الخروج للشارع خروج للشارع يا الإخوة والأخوات شوفوا ماذا سيترتب عنه شوفوا ليبيا شوفوا سوريا وهذا مش تخويف هذا واقع لا تشوفوا ذي رأي العين خروج للشارع ما تقدرش تتحكم فيه الآن نراها فيه وسائل انتع اختراق فيه وسائل تعتشويه إذا كان بكري قال مثلا كان التلفزة الواحدة قال مثلا يحاصروا الأقبار الآن ما يقدرش يحاصروها أنا رأى هذه الوسائل كان انتع التريكاج وتعرف المستوى انتع الوعي انتع الناس قادرين يخترقهم هذا الحرك وقادرين يحثوا بالبلة في البلاد وكما قلتم قلكم العودة نكرر دائما فيه ناس رأى تتربص ناس رأى تبحث للإنفصال رأى من قطع أشواط الناس رأى تحكي على إنشاء ميليشيات لا يجب أن تسقطوا في هذا الفخ بالإضافة إلى أن الناس الذين رأى داخل الجيش لا أعلم مرة تشوفوا في تصاور ويخرجوا فيهم ورانا معاكم ورانا معاكم من الجموعات رأى يعملوا الإنفصال داخل الجيش وداخل الشرطة وعرف باللي هذا الكلام يوجع ولكن هذه هي الحقيقة ويجي النهار اللي تعرفوهم الناس رأى موكلفين بمهمة وكال الناس اللي مهموش المهم هو يشوفوه الناس المهم هو يحقق بعض الريع ولكن لا يهمهم ماذا سيترتب عن الكلام أو عن الموقف أو عن الشيء اللي رأى يقوم به إذن هذا الخروج للشارع رأى عنده تكلو فنتاو كذلك الأمر فيما يتعلق بالإنقلاب إنقلاب نفس الشيء عنده تكلو فنتاو قدوه يوصله للسلطة سيسلمها للشعب قضية الانتخابات تعرفوا باللي الانتخابات يعني دائما تزور والإرادة انتاو الشعب ما على بالهمش بها لكن احنا الشيء اللي نحوس عليه في هذه المرة مشكلة ما المرة السابقة لابد هو أنه يكون عمل جماعي احنا ما لازمناش نقصيه وهذاك الطموع تعالناس كين الناس بإمكانهما أنه يترشحوا دونه وأنه نظر نذكر في الأسماء بإمكانهما أنه يترشحوا ويكون هناك عمل جماعي غض هذا الناس اللي يراهم هما حبين يفرضوا الأمر الواقع على الشعب الجزائري ويحاوسوا يمدوا لهذا النظام نحن نريد تغيير هذا النظام تغيير حقيقي الناس اللي هما يأمنوا بالتغيير الحقيقي يأمنوا بالعدالة في الجزائر ويأمنوا بالحقيقة في الجزائر يتعاونوا مع بعضهم البعض من أجل تقديم مجموعة من المرشحين من جهات مختلفة من فئات مختلفة من خلفيات مختلفة وتخدم الناس مع بعض هالبعض من أجل الصالح العام ونحاصروا فقط هذا الناس اللي يراهم ذرك هما يسعون لتركيع هذا الشعب ويسعون لإطالة عمر ويسعون الأزمة وينما كانوا هذ الناس سواء كانوا في السلطة أو كانوا في المعارضة هذ الناس اللي يراهم محبين هما يفرضوا الأمر الواقع للشعب ويحوسوا يمنعوا الشعب من فرصة أخرى يمنعوا الشعب من تغيير حقيقي هذ الناس لازم تقفلهم بالمرصاد أنا ضد هذيك انتاع أنك توقف مع شخص ضد شخص أنا مع عمل جماعي ضد الناس اللي يراهم ذرك هما يتربصون بوحدة الجزائر أعتقد هو أنه المسألة لها واضحة عندكم لابد هو أنه تعمل الناس مع بعض هالبعض شوفوا قال لك نحن رأينا في وضع غير طبيعي ما هو الشي اللي لازم يليق بالشعب الجزائر شكون هو المرشه اللي قادر هو يأثر قال مثلا دخل مؤسسة انتاع الجيش قادر يأثر هو في منطقة القبائل في منطقة مزاب في الشوية لازم يشوف الإنسان هذ العوامل ما لازمش يقول لي ذوك الإنسان أو الديل لابده هو أنك تبعد على هذه المصطلحات وعلى هذه الحساسيات هذا أمر واقع نحن رأينا عايشينه الآن لابده هو أنه هذا المرشح يكون عنده تأثير أو يكون عنده قبول لدى شرائح من المجتمع وتخدم الناس مع بعض هالبعض على جلبة احنا نخرج من هذه الدوامة اللي احنا رأينا فيها والتحذير تالى الانتخابات مش في اليوتيوب ولا في الفيسبوك هذا لابده هو أنه الناس تجلس على مائد تالحوار وتتناقش في نقاط مختلفة هاي النقطة اللولة هاي الأولوية إلى غير ذلك من المسائل وتخرج الناس بخلاصة أنا كنت ولا زلت أنادي بالتنظيم وعقد انتع مؤتمر داخل الجزائر وفي الخارج والتحذير للمرحلة القادمة كتبتها يا رحمة منشور اللي يحبه هو بشي طالع ولا يحبه عجل بشي يراجع لكلام تعي والموقف انتعي ثابتة ومبدائية في وقت من الأوقات ربما مشينا مع أشخاص الآن انتهى الأمر هذا الآن لابد من عمل جماعي إذا كان مثلا فيه ناس مثلا رغم هما أه حبين على جل بشيكون أحمد طالب الإبراهيمي لمرحلة مؤقتة فليكن هذا ضمن حوار أو ناس قال مثلا حبين يكون زروال لمرحلة مؤقتة سيما هو أنه قال راهو زهد في السلطة فليكن ذلك ضمن حوار إذا كان ناس أيضا ارتاءوا على جل بشيكون حمروش لمرحلة مؤقتة فليكن ذلك ضمن حوار وهكذا أما هو أنه الناس تمشي في إطار متاع أدعم شخص ضد شخص يخرج لك واحد قال البرح كان رئيس حكومة ابو تفليقة ومن بعد ذكره معارض شيرس وارواحه تبعوا ومشي معاه ضد واحد كان رئيس حكومة ثاني ضد ابو تفليقة والله كان وزير ما نمشيش أنا فنمشي هذيك أنا مؤمن بالعمل الجماعي مؤمن بالمصلحة العامة من البلاد ومؤمن باللي الجزائر الآن ستعيش في وضع حرج يكفيكم ما حصل من انتفاضات مختلفة يكفيكم ما حصل من فيضانات مختلفة وأخرتها كما تشوفوا الكوكايين والكوليرا وكذا والسرقات اللي راكم تسمعوا فيها والجرائم والاقتصاب والقتل والأطفال راها كل يوم راها تتعفنت بها الصحف وتعفنت بها الجرائد وتعفنت بها القناة الفضائية لذلك الاخوة والاخوات الوضع راها حرج الناس راها في الدخل وفي الخارج راها حتى يدها على قلوبها كما يقولوا والجزائر راها مستهدفة ما نزمش تزيدوه تعطيه فرصة لا لهذا الناس اللي راهم في السلطة ولا الناس اللي راهم يتربصوا بها هذه كلمتي باختصار إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته